طيب في بيان مهم جداً أصدارة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب بيان بشأن انتهاء مدة توليها إدارة النادي وجاء البيان كتالي تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها تشرفها بمهمة التي أسندت إليها وتؤكد أنها بذلت قصار جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الأراضية والسادة أعضاء الجماعية العمية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة وليهم جميعاً نتقدم بالشكر على ثقاتهم ودعمهم كما تؤكد اللجنة أنها ومع انتهاء المدة المقرر لعملها تقوم بتسليم إدارة النادي للجهة الإدارية لاتخاذ شؤونها مع كل الأمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق وإحنا من هنا من قناة نادي الزمالك بنتمنى لكل محبينا للزمالك اللي خدموا نادي الزمالك التوفيق بنتمنى لنادينا الملك العظيم التوفيق فيما هو قادم